عام 2022 في إيران عام حافل دبلوماسياً من حركة نشطة لتعزيز العلاقات الإقليمية خصوصاً مع دول الجوار تصدرتها لقاءات أمنية بوساطة عراقية سعياً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية ولوائح عقوبات أمريكية جديدة في إطار سياسة الضغوط القصوى وقرارات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية ردت عليها طهران بإجراءات مضادة ومساع سياسية لإحياء الاتفاق النووي بوساطة أوروبية وصلت إلى حد صياغة نص اتفاق نهائي دون حل نقاط خلافية مع تبادل الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق الأمريكيون يعلمون أن إيران لن تتفاوض تحت الضغط ولن تقدم أي تنازلات إيران ملتزمة بالمفاوضات لكنها لا تتفاوض من موقع ضعف فحاجة الدول الغربية والولايات المتحدة للاتفاق النووي ليست أقل من حاجة إيران له وعلى المستوى الأمني شهد العام اغتيال قائد من الحرس الثوري شرق طهران اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها إضافة إلى اعتقال ما سمتها إيران شبكات تجسس إسرائيلية إلى جانب هجمات مسلحة أبرزها استهداف ضريح في مدينة شيراز تبنته داعش وحركة احتجاجية أطلقت شرارتها وفاة الفتاة مهسى أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق شهدت مواجهات وأعمال عنف وتجاذبات بين طهران والغرب على خلفية قرار من مجلس حقوق الإنسان وعقوبات غربية ردت عليها طهران بعقوبات مماثلة وقرارات داخلية منها إلغاء شرطة الأخلاق ومحاكمات وصلت حد الإعدام سعياً لاحتواء الوضع هذه الظاهرة التي حدثت في إيران ليست ظاهرة غير عادية مع وجود فجوة بين الأجيال في كل الدول توجد احتجاجات بأساليب مختلفة المرفوض هو تدخل الأجانب في الاحتجاجات وتحريض المتظاهرين على العنف وهذا ما اعتبرته إيران تدخلاً في شؤونها الداخلية المشهد الإيراني شهد أيضاً مناورات عسكرية في عدة مناطق إضافة إلى تجارب صاروخية أثارت قلقاً غربياً من تعاظم قدرات إيران في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة ترجمة نانسي قنقر